وإلى محافظة الطفيلة وللتخفيف من معاناة أهل بلدة القادسية من كبار السن والحالات الخطرة والطارئة طالب أهل البلدية وزارتي الصحة والأشغال العامة ومجلس المحافظة والجهة الرسمية بالإسراع في استكمال مرحلة تنفيذ مشروع التوسعة والصيانة لمركز القادسية الصحي الشامل كما طالبوا بتزويد المركز بأطباء الاختصاص نظراً لبعد مسافة البلدة عن مناطق الخدمات الصحية في المحافظة تبددت أحلام أهالي بلدة القادسية الواقعة جنوب محافظة الطفيلة والمتعلقة بتحسين الخدمات الصحية وذلك بعد توقف العمل في مشروع توسيع وصيانة مركز الصح القادسية والذي لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 27% منذ نحو ثلاث سنوات تم طرع عطاو في 2019 من لا مركزية ولكن للأسف لحد الآن لم يتم إنجازه وبحجة أنه المركز الصحي جاي على بئر مع والآن عطاء واقف وإحنا كمواطنين بنعاني يعني المركز الصحي في موقع مستعجر ولا يعني ما بخدمنا كثير ومستشفى الأمير زيد العسكري بعيد عننا 35 كيلو وبنعاني يعني حتى ما كل واحد معه سيارة والبانزينة ارتفع حتى 93 قرش الليتر سار يعني ما هي علاقة كل واحد عنده أعباء وعنده التزامات ما كل واحد كمان بمتلك سيارة ما كل واحد عنده القدرة إنه يشكل السيارة وراء المستشفى الأسكري الخدمات الصحية معدومة جداً في القادسية حتى مسمى المركز الصحي مركز صحي شامل ذلك ما في موجود من هاي الخدمات أي خدمات سواء في المركز الصحي القديم أو المساجر الحالي إحنا نأمل أنه المركز الصحي الجديد أنه يصير شامل ويغطي القادسية ويغطي من الخدمات الصحية ونناشد مركز المحافظة والبلدية والأشغال العامي ووزارة الصحة نقوموا في العمل وينجزوننا إياه في أسرع وقت ممكن عوائق عديدة واجهت المشروع أبرزها تسريب لمياه بئر قديم أثناء أعمال الحفر حالت دون استكمال أعمال العطاء تم حل مشكلة المياه في الموقع المشروع عن طريق وزارة الأشغال العامة ومدير مديرية الدفاع مدني طفيلة الآن القضية هي قضية إعادة طرح عطاء المركز من جديد تواصلنا مع عطوفة مدير أشغال الطفيلة ومع عطوفة مدير المشاريع في وزارة الصحة أكد عطوفة مدير المشاريع أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح عطاء هذا المشروع مرة أخرى ونأمل إن شاء الله خلال الأسبوع القادم أن يتم طرح عطاء هذا المشروع لإتمامه سنوات مضت على مطالبات النهوض بالقطاع الصحي في القادسية وقد يخطو مجلس المحافظة الجديد خطوة جديدة تسهم في دعم احتياجات المواطنين في القادسية وتوفير الخدمات الأساسية لهم عبد المهد العواجين رؤيا